بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين في كل مكان 24 اليوم نحن في ضيافة خاصة مع ضيف كبير جاء من بلدنا هناك جاء مخصوص عشان لانتخاباتنا التجمع الرياضي ونقول له يعني هو ذاتك رجل دولة ورجل مخدر في الرياضة كثير ويعني هو أولا بأول رئيس اللجنة الأولمبية الشادية ونائب رئيس كرة الطائرة الأفريقية ورئيس كرة الطائرة التشادية ومن ثم وزير سابق تقلد عدة وزائر وآخر وزير داخلية والأمن وهو الجنرال إدريس إدريس دكوني الدكار جنرال نقول لك السلام عليكم وجيتو بكالانتخابات الكسيوانا تجمع الرياضي ده ويا جيتو والكسيو الأميس نجح ودا زاتك تم مبروك الليقة الليقة زي ما قلتا نهنا جينا هنا نخطو مكتب جديد ونادو تعاليمات ونرجو كشان ده الحمدلله إذا ما انتو كل حدرتو بدرتو التقابات فات في تريق نهنا دائرين وكل شيء الله صحي للمور وبدون كنتستation ووادي كيبالحس رسيبور هنا فاز ونشوف البرنامج التانيشان تمام الجنرال ذكرتم انتو قمز في الاجتماع ده نيتين ده قلتو في الأيام الجايدة في بطولة أنا الإسلامية سؤالي لك في الأيام الجايدة كيف التجمع أو بالأسمة الجديدة اللي انتو خطيتو ده الفيدرالية كيف نكروج التجمع ده الريادة الإسلامية في الأيام الجايدة كما تعرف الريادة الفيدرالية الإسلامية نحن جزء من المكتب هو كل أربع سنين يسوي لعباء في دولة الإسلامية سنة فاتت كان عملنا في تركيا في كونيا و تجمع تجمع ب 60 لعباء هنا عندما يكون في مملكة العربية السعودية كما تقول لك انتظروا الاشتراك لك لك لأن كما تجمع لعباء تفترض من الاعبات هنا تحصل إلى خلاق موسيقى وكذلك تدخل فتبال نفس الشيء تقبل اكيب الاحيانات في الخلاق في حلال موسيقى يوجد المرضى إلى وقت في الاشتراك الفوقة فأمر بشيدي لأن الكون المنظمة يدى تأتي في الكندين ناس الحسن سميد في الفتوالي في فيه 3 تشاهدين يلاب في الاشتراك الفوقة هذا هو نحن لماذا يأتي في الاشتراك الفوقة لأنه في فتبول في العباد في بحرين في اسمنا بحرين لكن تشاديين لأنه في كاتر وكاتر وكويت فولا وحسن غاردين اليوم في حاليك يقولوا تشادي لأن هذا خسارة لأن كل شباب لا يوجد شخص ورام لأنه يجب أن يكون في اسمنا بلاد مكات لأنه يجب أن انضموا الخصوص ورامنا لأنه نحن يجب أن يحضر في الماضي تصبح من الأوعد والهوات ولأنه يجب أن يكون هناك تشادي ومن لم يتأشد في السمنا بلد مكاتر شكرا جميل الأن أبناءات انتعام شخص وضع ليت ذلك مؤسسنا لا تضرب إليه سؤال دا بالنسبة لتجمع الفدرالية الجديدة انتو كلجنة علمبية خصستو بجي خاص ميزانية خاصة للتجمع دا ولا هم بس بجهودهم وبجيوبهم بس يتشكوا ويمشوا أمورهم لا سراحا لا نستطيع أن نضع ميزانية خاصة للفدرالية لكن بشكل ممكن لنا نساعد لنا انقانيات ومنظمة زيداء يجب عليهم ان تجمع الوضع يجب عليهم اشتركوا في عجال الهداء والموضوع كما يزوجه للعضل إلى ما يتعلن هذا النقاط بجانبه استطاعً استخدمك إتعالي الإسلام للمهتمام مسؤولاء اكثر منتجار الكوپ مثل أسنا للعضاء للعضية ي تغلبون أن يتمكنون من المهتمام لذلك السؤال لك يتساعدهم لذلك يجب أن نشاهدهم ومع بإمكان وحسب لكن هنة مخصصة الإسلامة لم يظهر في الفيديو او دا ما فيك ما عندنا بالنسبة لانتو عندوكو علاقات ما ناس الخليج عندوكو علاقات ما ناس ما دول الآخرة يعني في المستقبل ده الناس القايلاب وبالو القايلاب والاولمبيك ده يعني تقدرو بمفاهمة عنا لجنة بالتجمع ده يمشي غلابو ما اكيب نشنال عنا تشاد ولا ولا ما يقدرو لش ما يقدرو ما عشان ده نقول حتى كان برنامي سوونا فدراشون عنا فوتبول عنا تشاد كباجه هنا بسيد نزام عنا اشتركوا داري مسلا وضعي على التعب طلب من يحلون عنا بمفاهمة لتريصة الناس القايلاب مرة امتلين من سوديقدت ممالكاتربي السعودية Booth Уسما حرون وكورة تطايرا يوجد مدين وطول لذلك يوجد الكثير من الهدى يوجد طالعات من الهدى وملابطين ويوجد كل المنظم التنظيم يجب أن يساعدنا يطلقون من الهدى لذلك يجب أن يكون هناك فدرسية ويكون هناك حاجة من المنظم لذلك يساعدون الهدى للأكب نشنال تمام كلمة خيرة جنرال طبعا انتو ذاتك عندكو خطط وخطط اناكو ليه الرياضة التشادية بصفة عام كي اه جنرال ورياضة الخارج مش الجادين القاعدين بره ده خطط شنو في المستقبل الجاي ده البرنامج هو وادي كيف نقدر نتطور رياضة في بلدنا وكيف نقدره نتمثل بلدنا بره من الجامع هذا البرنامج ان شاء الله نقدره مع المساعدات عن الحكومة ومساعدات عن الفيدراشيون ان شاء الله نقدره نصل لهذا الخط شكرا جزيلا جنرال الجنرال ادريس دكنية ديكير رئيس اللجنة الاولمبية ورئيس كرة الطائرة الشادية ورئيس او نائب رئيس كرة الطائرة الافريقية ومن ثم جنرال المتقاعد اه جام من شاد خصيصا ليه هو والوفد المرافق له ديكاسيه الجو سوا اه جو عشان اه يسووا الانتخابات ويمشوا الرياضة الشادية خارج البلد والحمد ان شاء الله كما شاهدتم اه هو يمكن اليوم اخر يوم هنا قاعد فا يعني فرصة عشان اه نقابلو ونسمو منو توجيهات ونسمو منو كلام ونشكروه كتير كتير شكر وان شاء الله الله يلمنا في الايام الجاية نلمه في مناسبة ثانية شكرا لك عندك كلمة اخيرة ولا خلاص خلاص شكرا والله يبارك فيك ووديك بالسلامة ان شاء الله اشتركوا في القناة